بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد خاطب الله نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زين بكل خلق كان يميز نبيا سابقا عليه صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما تفرد به هو صلى الله عليه وسلم فاستحق النبي الكريم أن يقول له الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم نحن البشر حين يصف بعضنا بعضا ربما هذا الوصف يعتريه بعض التقصير أو بعض الخطأ أو تغلب عليه العاطفة أو تكون فيه المحاباة أما الوصف إذا كان من الله عز وجل فهو الحق الثابت المستقر الذي لا يقبل أي تناقض أو أي تصادم فهذا وصف جليل قد يخبر عن عظيم خلق سيدنا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم ومن هذه القيم والأخلاق التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم بل بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تدل على الكمال في الإيمان قيمة الأمانة يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له يقصد هنا الكمال في الإيمان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب فلاحظوا هنا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن البعض يختزل مفهوم الأمانة في أن يودع إنسان شيئا عند آخر ليحفظه له وليرده عليه عند احتياجه إليه إلا أن مفهوم الأمانة مفهوم أعمق من ذلك بكثير فالأمانة تكون في دين الله عز وجل الأمانة تكون في المنهج إلهي الأمانة تكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة تكون في الجوارح الأمانة تكون في كل مهنة أو صنعة أو حرفة أنت تقوم بها الأمانة تكون في العمل وهكذا فالأمانة تشمل كل شيء لا أن نختزل المفهوم في شيء ونهمل أشياء كثيرة أخرى على رأس أنواع الأمانات أمانة المنهج الإلهي أنت دخلت في عقد إيماني مع الله عز وجل هذا العقد له بنود وهذه البنود افعل ولا تفعل أوامر ونواهي هذه الأوامر ونواهي ليست تضييقا على الإنسان وليست تضييقا على حركة الإنسان أو تقييدا لحركة الإنسان أنت لك حركة هذه الحركة قد تكون في خير وقد تكون في شر قد تكون في حق وقد تكون في باطل قد تكون في جمال وقد تكون في قبح قد تكون في تدبير وقد تكون في تبرير قد تكون في تعاند وقد تكون في تعاون وهكذا الذي يسدد هذه الحركة الحياتية هي الأوامر والنواهي افعل ولا تفعل فعلى رأس أنواع الأمانات أمانة المنهج الإلهي أن تلتزم الأوامر الإلهية وأن تجتنب النواهي الإلهية هذا على رأس أنواع الأمانات إذا كان المريض يذهب إلى الطبيب المتخصص وهذا الطبيب يقوم بوظيفة أولى وهي أنه شخص لك الداء ثم تأتي الوظيفة الثانية وهي أنه شخص لك الدواء ثم تخرج من عند الطبيب ومعك المنهج التي نسميها بالرشدة هذا المنهج مكتوب فيها ما تستطيع أن تمشي عليه حتى تشفى بإذن الله عز وجل الطبيب من الممكن أن يخطئ في تشخيص الداء ومدام أخطأ في تشخيص الداء إذن من الممكن أن يخطئ في تشخيص الدواء فيكون المنهج هنا يعتريه الخطأ ويعتريه التقصير وليس مسددا حتى يكون الشفاء بإذن الله أما المنهج الإلهي فهو المنهج الثابت الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه إذن على رأس أنواع الأمنات أمانة المنهج الإلهي من أنواع الأمنات أيضا أمانة الجوارح هذه الجوارح تستمد طاقتها وتستمد حركتها من القلب إذا كان هذا القلب بعيدا عن الله عز وجل فإن تصرفات هذه الجوارح ستأتي مخالفة لمنهج الله عز وجل وإذا كان هذا القلب قريبا من الله عز وجل مع استمداد الجوارح طاقتها وحركتها من هذا القلب فإن تصرفات هذه الجوارح ستأتي موافقة لمراد الله عز وجل فكن أمينا على هذه الجوارة واجعل كل تصرف يصدر عنها موافقا للمنهج الإلهي وهذا لا يكون إلا إذا خلصت القلب عن كل الشواغل مما سوى الله عز وجل فعلى قدر قرب قلبك من الله على قدر قرب الله عز وجل من قلبك إذن هذا نوع من أنواع الأمانة أمانة الجوارة من الأمانات أيضا أمانة المواهب الله عز وجل جاء بحكمته ألا يعطي المواهب كلها لإنسان واحد بل وز علينا جميعا المواهب حتى يحتاج بعضنا إلى بعض وحتى نكون مجتمعا واحدا متماسكا كالجسد الواحد الذي رسخ له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاول أن تستثمر طاقاتك وقدراتك وإمكاناتك ومواهبك التي وهبها الله عز وجل إياك في صناعة الخير وفي صناعة المعروف وفي صناعة الجمال من أنواع الأمانات أيضا أمانة العمل كل حرفة أو مهنة أو صنعة أو تجارة أي شيء أنت تعمل فيه كن متقنا فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبين أن أحب الناس إلى الله عز وجل الذي كان يتسم بصفة الإتقان بمعنى لا تقبل على الأعمال إقبالا رتيبة بل حاول أن تقبل عليها إقبالا يتسم بالدقة والضبط والجودة والإتمام والإحكام حتى نصل إلى التميز وإلى الإبداع إذن لا نريد أن نختزل مفهوم الأمانة في جانب ونهمل جوانب أخرى هذا من فقه الأمانة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق الكريم اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم